ثمانية أعوام شداد مرت على انقلاب الكرامة الأربعة الأولى منها لبنغازي خالصة نشر فيها حفتر الدمار والخراب بين أزقتها وأسقط مبانيها وأخفى معالمها سنوات أربع أطلق فيها مجرم الحرب العنان لإجرامه في المنطقة الشرقية قتل فيها وجرح الآلاف علاوة على تهجير أضعافهم وبشعار محاربة الإرهاب الذي استعمله مجرم الحرب حفتر استجلب دعما دوليا وإقليميا كبيرا وفي المقابل وفر ممرات آمنة لقوات تنظيم داعش عام 2016 من درنة باتجاه مدينة سيرت بعد أن طردها مقاتل مجلس شورى ثوار درنة من المدينة ولصبغ قلاب الكرامة الصبغة القانونية حصل على جسر مشرع له من عقيلة وبعض نواب طبرق للحصول على تشريع وألقاب انتهت بتوشيح حفتر مشيرة فلم يكفي حفتر البحث عن كرامته المفقودة في سيطرته على المنطقة الشرقية فانفتحت شهية المجرم لمزيد من الدماء وقدم قطعة من الأرض جديدة يضمها لسيطرته بإطلاقه عملية الفتح المبين على العاصمة فالرابع من إبريل 2019 حيث بدت له الطريق سالكة لتحريرها من الميليشيات المؤدلجة حسب قوله في ذات الوقت الذي كان يتطلع الليبيون والمجتمع الدولي بأسره إلى مؤتمر جامع في مدينة غدامس للم شمل الليبيين وإيجاد حلول سياسية تحقن الدماء فبعد أكثر من عام على إطلاق عمليته فشل في اقتحام العاصمة بل خسر مدنا كان مسلحوه يسيطرون عليها قبل عام 2019 وتسبب في مقتل أكثر من سبعة آلاف من جنوده على تخومها ودمر أحياء كثيرة جنوب طرابلس وهجر أهلها وقتل البراءة فيها فمن يزر بنغازي ودرنة وطرابلس يعرف أن حفترا مر من هنا